موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من برنامج كوشك الصحافة نطالع فيها أهم وأبرز ما قالته المواقع الأخباري اليمنية والصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم ونبدأ من موقع عدن الغد والذي تابع استمرار تدفق اللاجئين إلى بلد ما زالت معاركه مشتعلة وعلق الموقع شبوة سيل اللاجئين لا يتوقف وقالت التفاصيل على طول طريق تربط بين مدينة عزانة الساحلية وعاصمة المحافظة عتق يسير المئات من اللاجئين الأثارقة دون ما دراية بالطريق ومخاطرها ويفيد الموقع غالبا لا يحملون معهم إلا قنينات ما الصغيرة ربما تكون هي آخر ما حملوه معهم من وطنهم الأم غالبيتهم لا يتحدث العربية وفقا للموقع بينما يدفع الفضول الأهالي للحديث معهم ومنذ أكثر من عام يمر الألاف من اللاجئين بالمناطق الساحلية بشبوة في طريقهم فبعتق قبل أن يختفوا عن الأنظار ويتابع الموقع أيضا ليست مخاطر الحرب وحدها من طحيط بهؤلاء اللاجئين الكثير منهم يموتون في الطريق خلال رحلة السير الطويلة هذه وإلى موقع الموقع بوست والذي تابع إحدى الموضوعات وعنوان ذمار ميليشيات الحوثي تختطف خمسة مواطنين وتقتادهم إلى جهة مجهولة وقالت التفاصيل اختطفت ميليشي الحوثي والمخلوع صالح خمسة مواطنين من أبناء قرية بيت سعد عزلة جبل إسحاق مدرية المنار آنس لمحافظة ذمار جنوبية العاصمة صنعاء وقالت مصادر محلية لمركز دمار الإعلامي إن عناصر من ميليشي الحوثي والمخلوع في نقطة تفتيش اختطفت مواطنين أثناء عودتهم من زيارة أحد أقربائهم في مدرية الحدى واقتدتهم إلى جهة مجهولة ومن عنوان الموقع أيضا مزيد من التردي لأوضاع المؤسسات الاقتصادية في اليمن وباتجاه نخبة يمنية جديدة تحت هذا العنوان كتب فتح أبو النصر مقاله المنشور في يمن مونتر وقال أبو النصر تحتاج اليمن إلى كيان سياسي حيوي يتوق إليه غالبية الشباب الذين يتجاوزون 70% من الهرم السكاني كيان يتجاوز الأيجيولوجيات والأفكار المهلهلة والرثة فيما يناظل من أجل ترسيخ مفاهيم الدمقراطة والتسامح والحوار المشترك الوطني والحريات والحقوق واعيا بكل التناقضات والتفاوتات الاجتماعية والسياسية التي تعيق حلم المراجعة والمصالحة والتنمية وتطور والتنوير الذي ننشده جميعا كخلاص من الأزمات العميقة والشاهد أن الحرب الممنهجة التي نشبت في البلد قد حققت تراجعا منتظما ولسيا فيما يدين التعايش والاقتصاد والصحة والتعليم والبنية الأساسية والإنتاج والموارد إضافة إلى زيادة نسب الأمية والبطالة ومستوى الفقر بالمقابل اتسعت المسافة كثيرا بين الأغنياء المتنفذين والفقراء بصورة يقل مثيلها في منطقة الشرق الأوسط بل وأوشكت الطبقة الوسطى على الاختفاء صحيح أن اليمن قد مرت بالعديد من انتفاضات والثورات كانت آخرها في 2011 إلا أن النخبة السياسية لم تتطور ولم يتجدد خطابها منذ عقود حتى أنها أوصلت الشعب إلى عدم الوثوق بها ومن محصلة فإن كل محاولات تحديث اليمن قد فشلت موضوعيا في نهاية الأمر وهو أمر متوقع في بلد أنهكته الحروب ومعظم سكانه من الأميين وفي حوزته ميراث ضخم من الاستبداد والإقصاء ومخلفات الصراع العنيف على السلطة شمالا وجنوبا والأرجح أن يكون استعجال التغيير قبل التنوير والتخفيف من الأمية واحدة من أهم الأسباب التي أفضت إلى فشل كل محاولات التغيير إلى موقع التغيير نت والذي عنونا في صفحته الرئيسية جماعة الحوثي تقرر رفع أسعار مادتي البترول والديزل قالت مصادر خاصة أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية أقرت رفع أسعار مادتي البترول والديزل في العاصمة الصنعاء وعموم المحافظات التي لا زالت تحت سيطرتها وأوضحت المصادر في تصريحاتها أن التسعير الجديدة لدبة البترول 2 لتر سترتفع إلى 3500 ريال بدلا من السعر السابق 2800 ريال فيما سيتم رفع أسعار الدبة الديزل إلى 3500 ريال أيضا بدلا من السعر السابق الذي كان محددا ب3000 ريال وأضافت المصادر أنه تم التعميم للمحطات التابعة لشركة النفط بالأسعار الجديدة ورجحت أن يتم الإعلان عن هذه التسعير الجديدة للجمهور إلى موقع عدن تايم والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان الحكومة اليمنية لن نذهب إلى مفاوضات الكويت لمجرد الذهاب وعنوان آخر أيضا وزير الأوقاف ثلاث جهات مسؤولة عن الحج هذا الموسم وهناك توجيهات صريحة لا تقبل التأويل ومن عنوان من محافظة الحج مصر خمسة من بائعي القاتل من أبناء طور الباحة في حاجة مروري ومن عنوان الموقع أيضا أقارب جرح المقاومة بالهند يقولون لعدن تايم إنه تم تحويل ملفاتهم لرجل أعمال الحرب وأطفال تعز تحت هذا العنوان كتب طارق البنة مقاله المنشور في موقع يمن فويس وقال البنة في تعز طغط الصورة الألمة للإحداث على كل تفاصيل الحياة في المدينة ولعل أبرزها ما رسمه العيد على وجه الأطفال في كل الأعياد تتنوع ألعاب الأطفال وتتعدد أشكالها لكن في هذا العيد كانت الألعاب المصممة على هيئة أسلحة هي الغالب حد التعميم والمتواجدة بكثرة حد الاكتساح احتكرت تلك الألعاب أيدي الأطفال وأخذتهم من فطرتهم التي يفترض أن تكون أبعد ما تكون عن مثل هكذا أمور في كل الحواري تجد تجمعات للأطفال أصوات اللعب تعلو غير أنه يشبه لعب الكبار مع أنه يفتقد لنكهة الموت التي يتقن رسمها الكبار لكن مجرد تفكير الأطفال بهكذا أمور هو موت أيضا ينقسم الأطفال يتوزعون في مداخل الحي في أزقة المنازل خلف السيارات الكل يحمل أسلحته ويبحث عن الطرف الآخر تسمع حوارات تعبر عن الواقع على هيئة لعبة أكثر الأطفال بؤسا يضطره البقية للاعب دور القناص فيما لديهم نساعده والغالبية يبقون كشباب للمقاومة وفي حين ينتهي هؤلاء الأبرياء من لعبهم ويعودون للضحك والتنزع على قطعة حلوة يبقى الكبار يتقاتلون بالانتهاء ويبقى أبناء الميليشيا يموتون فداء لسيد أو زعيم إلى موقع يمن مونتور والذي عنونا في صفحته الرئيسية آلاف اليمنيين يتدفقون نحو البريد في ظل عجز البنك المركزي عن دفع رواتبهم وفي تفاصيل الخبر قال الموقع يتردد على أبواب الهيئة العامة للبريد اليمني الخاضعة لسيطرة الحوثيين آلاف من المجندين والتابعين للجيش من ألوية مختلفة وقال مصدر في الأهيئة العامة للبريد اليمني ليمن مونتور يجب على البنك المركزي أن يعترف بوجود نقص في السيولة النقدية الخاصة بالعملة المحلية ولا يجب وضع مكاتب البريد في صدام مع الموظفي ويتابع الموقع أن موظفي القطاع الحكومي أصبحوا يترددون على الهيئة العامة للبريد بانتظام وبدون فائدة تعود عليهم وضياع الأوقاتهم يوميا في الجلوس على باحات مكاتب البريد التي أغلقت فروعها وبقى الفرع الرئيسي مفتوحا قبل مطالع أهم مقالة الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعهد اللقاء معكم مشاهدين الكرام ونطالع أهم مقالة الصحف العربية الصادرة صباح اليوم حيث عنونت صحيفة الحياة اللندنية في صفحتها الرئيسية ساعة الصفر لاستعادة صنعاء من الحوثيين خلال شهر وقالت التفاصيل أن القوات الموالي للحكومة اليمنية صدت هجمات ضارية لمسلح الحوثيين والقوات الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح في جبهات حجة وتعز ونهم ومأرب والجوف وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية للحياة حدوث خلافات بين الحوثيين وصالح من جهة وبين صالح وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام من جهة أخرى في أعقاب زيارة الرئيس عبدالرب منصور هادي محافظة مأرب وشدد المصدر على أنه سيتم الإعلان خلال أقل من شهر عن ساعة الصفر لاستعادة صنعاء من الانقلابين وأن الألوية عسكرية مدعومة بإمدادات من قوات التحارف العربي تستعد للزحف من مأرب باتجاه العاصمة وإلى صحيفة عكاظ والتي جاء في أحد عنوينها سفن إيرانية في المياه الإقليمية تغرق اليمن بالأسلحة وكشف محافظ عدن اللواعي دروس الزبيدي لعكاظ أن قارب الصيد اليمني الذي ضبطته المقاومة الشعبية نقل ستة حمولات من السفينة الإيرانية الراسية في المياه الدولية وأوضح الزبيدي أن القارب الذي طاقمه يمني كان يحمل كمية كبيرة من الدخائر والأسلحة الرشاشة وتتابع الصحيفة أيضا بيّنت التحقيقات الأولية أن القارب نقل خلال أسبوع ستة حمولات من السفينة الإيرانية الراسية قبالة السواحل الأفريقية ويقول المحافظ أن إيقاف القارب جاء خلال نقله للسلاح للمرة السابعة بعد متابعة وتحريات وما تزال التحقيقات جارية مع البحارة الثلاثة الذين كانوا على متنه إلى صحيفة الاتحاد والتي عنوانت الشرعية تتقدم في نهم والجوف والبيضاء وتقول تفاصيل قتل ثلاثين عنصرا من متمردي الحوثي والمخلوع صالح وأصيب عشرات آخرون بجروح أثناء محاولة فاشلة لاقتحام معسكر اللواء 25 ميكا الخاذع لسيطرة قوات الجيش اليمنية أو الشرعية اليمنية في مدينة حرض في محافظة حجة وقالت مصادر عسكرية في الجيش والمقاومة إن اشتباكات عنيفة دلعت بين الجانبين إثرى الهجوم لفتة إلى فرار عشرات المتمردين وانتشار جثة القتلى في مكان المواجهات وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما عسكريا وحررت مواقع كانت تابعة للمتمردين الذين لادوا بالفرار بعد تكبدهم خسائر فادحة في العتادي والأرواح وانتقد ناشطون قيام المتمردين بالدفع بأتباعهم ومعظمهم صغار السن إلى ما وصفوه بالمحرقة صنعاء في الطريق تحت هذا العنوان كتبت صحيفة عكاذة السعودية افتتاحيتها وقالت الصحيفة ذهر الرئيس اليمني عبدالرب منصور هدي يوم أمس الأول محافظة مأرب شرق صنعاء للمرة الأولى منذ تحريرها من الانقلابيين متعهدا بتحرير باقي المحافظات اليمنية قريبا وعلى رأسها العاصمة صنعاء وجبل مران في صعدة معقل الحثيين شمالي اليمن مشددا على أنه لن يعطي للحثيين ما يريدون من شرعنة انقلابهم وهي رسالة واضحة بأن الحكومة الشرعية ماضية قدما في مسارها السياسي والعسكري لتحرير باقي المحافظات وفقا للقرار الأممي 2116 وأن الخيار العسكري هو الحل الأمثل لقطع دابر التدخل الإيراني في اليمن والحرب التي تقودها بالوكالة عن طريق وسيطها الحثي وأن المشاورات الجارية في الكويت لم تأتي ببغادر لحل الأزمة منذ انطلاق هذه المفاوضات في أواخر أبريل الماضي بالرغم أن الحل الذي تسعى إليه دول مجلس التعاون الخليجي هو الحل السياسي إلا أن هذا لا يعني الارتهان للمسار السياسي بعيدا عن الحل العسكري وبالرغم من التأييد الأممي لمشاورات الكويت إلا أن من الواضح أن الطرف الحثي يريد إطالة أمد هذه المفاوضات لكسب المزيد من الوقت في الإبقاء على الصراع وزيادة معاناة المواطن اليمني ولذلك وضع خطاب الرئيس اليمني عبد الربو منصر هدي النقاط على الحروف برفضه هذه المواطلة في المفاوضات محددا خياره المنطقي بالتوجه نحو تحرير صنعاء ومعقل الإنقلابيين في صعدة ووضع حد لحالة الفوضى والدمار التي خلفها الانقلاب إلى صحيفة الخليج الإماراتية وأوردت في أحد عنوينها انزعاج حوثي من بند العقوبات الدولية أعلن الناطق باسم الحوثيين في اليمن تحفظ جماعته على بند العقوبات في القرارات الدولية ذات الصلاة بالشأن اليمني وإدراج اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الانقلابيون عقب اختحام صنعاء سبتمبر 2014 ضمن ما أسماها المرجعيات المتفق عليها للوصول إلى حلول شاملة للأزمة في اليمن ومن عنوين الصحيفة أيضا مخاوف بين الميليشيا من هجوم مباغث على صنعاء حيث قالت أن الميليشيا التي تتابع الحوثيين أو التي تتبع الحوثيين والمخلوع صالح صعدت من تحركاتها الهدفة إلى حج مقاتلين لتعزيز صفوفها في منافذ العاصمة صنعاء البرية في خطوة فرضتها مخاوف متصاعدة من تجشين الجيش الوطني والمقاومة عمليات عسكرية مباغتة تهدف إلى تحرير العاصمة وأكد أحد القيادات الميدانية للجيش الوطني في جبهة نهم في تصريح للخليج أن قوات الشرعية رصدت تحركات لقيادات حوثية وجهات قبلية موالية للرئيس السابق في عدد من المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء بهدف حث مشايخ الكبائل على دعم صفوف الميليشية ومنع تقدم الجيش والمقاومة وتابعة الصحيفة أو تابعة صحيفة البيان الإماراتية المعارك الدائرة في الصبيحة وعنوانات قوات الشرعية تطهر الصبيحة من الميليشيات وفي التفاصيل طهرت قوات الشرعية منطقة الصبيحة في محافظة لحج من الانقلابين الذين انتشروا لساعات معدودة في محيطها فيما أجهز التحالف العربي عبر الغارات الجوية على تعززات الميليشية في المنطقة وتقول البيان إن مناطق الصبيحة والوازعية وحيفان تشهد نشاطا متزايدا للمتمردين وقالت مصادر ميدانية بجبهة المحاولة المحاذية للوازعية إن المواجهات أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي وصالح مضيفة أنه شهد طقمان محملان بعدد من قتل والجرحى من مسلح الحوثي وصالح بالجبهة الغربية للمحاولة بمظالبة لحج صحيفة العرب الجديد طالعت إحدى الموضوعات وعلقت إجازة تلاميذ اليمن هي منزلية وقالت التفاصيل بدأت الإجازة المدرسية الصيفية في اليمن من دون أن تضيف جديدا في حياة معظم التلاميذ فهذه الإجازة لا تعني لهم شيئا سوى توقف أي مجهود تربوي أو تعليمي وتضيف الصحيفة لوجود لبرنامج وأنشطة ترفيهية أو ثقافية أو رياضية تشعرهم أنهم يقضون إجازتهم ليحفزهم على استقبال العام الدراسي الجديد باستعداد أكبر وتؤكد العرب الجديد قضت الحرب على إمكانيات المؤسسات الحكومية التي كانت تتولى مهمة إنشاء وتنفيذ المخيمات والفعاليات الصيفية الثقافية والرياضية والترفيهية للتلاميذ في المحافظات وتنقل الصحيفة عن إحدى أولياء الأمور قوله إن من الأفضل أن يجبر أو يجبر الأبناء على البقاء في المنزل طوال اليوم خلال العطلة فخارج المنزل لا يوجد أمان ولا أنشطة ترفيهية أو ملعب ويضيف العربي الجديد بقاء أبناء الأربعة في المنزل في أيام العطلة هو الخيار الأفضل فبالإضافة إلى غياب الأنشطة قد يعرضهم قضاء الوقت خارج المنزل إلى مخاطر متنوعة السياسة الجاهلة قناع للحقيقة تحت هذا العنوان كتب المغربي مؤلف كتاب ما أروعك في المدينة الجاهلة عزيز الحداد ما قاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال القاتل لقد حان الوقت لأن كفى عن مطالبة الفلسفة بالمستحيل أو الرحيل لأن ذلك سيعجل بانحطاط الفكر والحكم عليه بالموت لا نريد لهذه الأمة أن تستمر في الوجود بدون فكر وتعرض نفسها للضعف وبما أن الفكر كان هو شعار النهضة العربية منذ الفرابي وابن سينا وابن رشد ثم علماء عصر النهضة فمن الواجب أن تسمع هذه الشعوب المقهورة للنداء الفكر ولو مرة واحدة في حياتها لأن الاستماع إلى الوجدان أغرقها في الفوضى والتأخر والجهل والانحطاط وكان أحرى أن تتم العودة إلى عقل الأنوار بدلاً من الإدمان على الانفعالات والوجدان الواقع أن هناك طريقين لا ثالثة لهما طريق العقل وطريق اللاعقل فالأول يقود إلى مملكة الحقيقة ويمنح بطاقة الإقامة في تاريخ العلم الذي استعاد سؤال التنوير إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط أما الطريق الثاني فإنه يؤدي إلى الأوهام والأساطير ويؤشر إلى الإقامة في تاريخ العدمية والخضوع لألاعب السلطة ويحرم الشعوب من الشجاعة على استعمال العقل في القانون والدين والأخلاق وهذا موقف مضاد لشعار التنوير كما تداولته فلسفة الأنوار لتكون لك الشجاعة على استعمال عقلك ومن المؤسف أن يكون هذا الطريق هو الذي تسير فيه الشعوب العربية على الرغم من أنها لم تختر ولكن هناك من يوجهها إنها العائلة المقدسة التي ترث السلطة والشعب والثروة فالشعب نفسه يتم تحفيظه في السجل العقري شعبنا ملكيتنا فما هي الحياة إن كانت فارغة من الحقيقة وهل العبودية مجرد سلب الحياة؟ وهل الحرية عبارة عن استرجاع للحاق في الحياة؟ بل هل أصبح هذا الشعب مفتقرا إلى معلم يهديه إلى الغاية المقصودة؟ ألم يجد في أبنائه من يستحق هذه المهمة؟ بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه نتابع بعن مجموعة من رسوم الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر